مرحبا اصدقائي كيفكم معكم نعمل من قناة نيمو الفيديو تابعنا اليوم بحكي عن جميع الاضافات اللي نزلت بتحديث 31-03-2020 اللي هو برقم 12.30 فاذا انت اول مرة انشاء الفيديو على القناة ياري تشرك فعال زر الجرس حط لايك للفيديو ودعم المقطع بكومنت حلو ليوصل الاكبر عب من الناس ومشاهدة ممتعة متل ما منعرف اصدقائي هذا التحديث اليوم نزل بتاريخ 31-03 نزل كثير فيه اشياء جديدة وفي منها بتعلق باحداث مثل احداث ديت بول وفي منها يمكن يتعلق باحداث نهاية السيزن فهلا تم اضافة كثير اشياء قبل ما فوت بالاشياء اللي تم اضافتها لو حال بتدعمني بكود لأيتم شوب اللي هو نيمو 9 اللي زال امامك بالصورة اللي بتدعمني فيها بيكون اكبر دعم للقام لنبلش اول شي اول شي انبلش بالاشياء الخفيفة مشان ماهك تجيكم الصدمة اول شي تم اضافة شغلة جديدة اللي هي من احد المتابعين او الناس اللي عندي هلا عم تشوف الفيديو جرات العسل اللي بتشبهكم جاباري اتغالص مدره اشي اليوم فتم اضافة جرات العسل هاي اللي اللعبة لحد اللي انا الصراحة ما بعرف شو هي لو انت عرفت شو هي بس اكتوب بالكومنت لتساعد غيرك ولم فوت هلا بالاشياء اللي تم اضافتها تم اضافة باكب لينك متل مزارع امامكم بالصورة وشغلات جديدة كتير متل مزارع امامكم وفي تم اضافة بيكاكس كتير فقوس يعني متل مزارع امامكم بالصورة وغلايدرات وشغلات جديدة عم بأرض لكم يا بصور صغيرة دول كل الاشياء اللي تم اضافتها تم اضافة شغلة جديدة اللي هي غنية اللي هي نهاية السيزون كانت هاي اللي حتنزل بالايتم شوب هاي اكتر شغلة لفتة نظري هيا وشغلة تانية هلا لحيحكي لكم عليها فليش تم اضافة هاي القصة هلا حاليا وتم اضافة كمان اشياء جديدة بتتعلق باسماء الروبوتات اللي احنا كلها تم متذكر الروبوت بالسيزون الماضي او الشابتر الماضي هلأ تم اضافة بعض الاسماء بملفات اللعبة بتتعلق بهدول الروبوتات فهلأ تقريبا بلشت نهاية هاد السيزن او بلش ويلمحوا على اشياء جديدة اللي هي اللي حتخلص هاد الشابتر وفي شغلة تمت اضافتها كمان كتير يعني هي غريبة كتير اللي هي اسف بالاسم اللي هي اسمه بوابات يوم القيامة هيك هي اسمه بوابات يوم القيامة هادول اشياء تم اضافتها بجزيرة الاجنسي اللي هي بوسط الماب لحد الان هادول لا بتدر تفتحه ولا بتدر تعمل فيهن اي شي مو معروف شو شغلتهم وطمت اضافة شغلة كمان لملفات اللعبة اللي هي عبارة عن هيك شكل متل كرة وعليها كهرباء هاي بتدل تقريبا على نهاية السيزن فهي ما نزيت لحد الان بالماب هاي تم اخراجه من ملفات اللعبة هيا هي مو معروف شو شغلتها بس اللي معروف شغلتهم هادول اللي هنن تقريبا تبعات بوابات يوم القيامة اللي هي وحيصير فيه بالاجنسي وحيطلعوا منه الناس او حيصير فيه شي او حطوه في الدنيا متل ما اول شي حكينا بالسيزن الاول انه في بعض التسريبات قالت انه هو السد لحينهار ولحينزل المي منه ولح تغرع الجزئ من الماب او تغرع شوية مقام من الماب فحد الان مو معروف شو هادول شو شغلتهم تمت اضافتهم للعبة وتمت اضافت هاي بملفات اللعبة بس لحد الان هاي موباينة انا لا اعرضت لكم صور الاشياء اللي تم اضافتها خلينا نحكي اللي شوية عن الديدبول قبل ما نحكي شوية عن الديدبول لو وصل هذا المقطع الى 300 لايك انا رح نزل تحديات الديدبول وكيف تفتح الاسكن وراحقلكم طريقة كاملة كيف تفتح الاسكن من اليوم قبل ما نيجي يوم الجمعة كمان فلو نوصل هذا المقطع الى 300 لايك وان شاء الله سنزل لكم شرح تحديات الديدبول من اليوم قبل ما يجي يوم الجمعة يعني شايفين التسريبات فالله حط لايك فهلا خلينا نفوت بالشغرات الثانية بالنسبة لديدبول بالنسبة لديدبول تم اضافة اسلحة جديدة الى هنا الاسلاح الفردين الجديد اللي حكونوا شوي مختلفين عن الاسلاح الفردين اللي كانوا بالشابتر 1 هدو اللي حكونوا شوي مختلفين بالنسبة للسرعة والدمج هاي هي صورة الاسلحة اللي تمت اضافتها الخاصين بالديدبول وطمت اضافة ستايل جديد للديدبول اللي هو اللي حيفتح معنا ان شاء الله يوم الجمعة متما حكينا الغوصة 300 لايك الفيديو اللي حنزل شرح تحدياته وشلون نجيب الديدبول فهذا هو الديدبول والزيادة شكله شوي سئيلة وما حبيته عن الصراحة بالديدبول بالماسك تبعه والاسكن الكامل احلى بكتير فهذا هو الاشياء اللي تمت اضافتها بالنسبة للديدبول وطمت اضافة شغلة جديدة اللي هي عن مركب مت مظهر امامكم بالفيديو الديدبول اللي حيحتل هذا المركب وهذا اله علاقة بالتحديات وفتح الاسكن هي تلميح جديد مشان تحطولي 300 لايك على الفيديو فهذا القارب اللي حيتم تغييره او يتم استيلاء عليه من قوى ولحيصير هيك شكل القارب وهيتينج كلها ديدبول وصور ديتبول Keyblade وكلها تشاغلات هيك خاصة في ديتبول فهذا هو القارب اللي حيتم تغييره ihrem مؤسسة في الناس بعد تجربة، اماما الحانف فاذا لم تفترضق للعبة سوف يخمر الثالث بس هذا هو حيث ك biscuits الجديد يتم تغييره لهذا الشكل فوتنا عن《DRUBUL أو الإشيارات التوليلية التي تم فتحها بملفات اللعبة بس ل 이�ماع جديدة ت Messiah جمة هي المظلة الجديدة الذي يظهرنامون بالصورة المظلة الجديدة تم اضافتها مثل لماذا شوفونم بالفيديو يعني شاهدون انتو بالفيديو كيف بتقدر تطير فيا وبتقدر تجمع موارد فيا وبتقدر تحمي حالك فيها وبتقدر تكسر فيها حيطان وبتقدر تطير فيها هيا المظلة تم اضافتها име ked back لعدة الآن لايبي لماذا تم اضافتها شوفarlاته أنت بتقدر تكسر موارد اسرع من الEckacbor يعني انت بتفتح فيها موارد او بتكسر فيها موارد اسرع ان البيكاكس تبعك ضربة واحدة مثل السيف تبع ستار وورز اللي بتذكره وبتقدر تحمي حالك فيها وانت وعم تحمي حالك فيها بتقدر تطول الكبسي تبعها وبتقدر تلف وتمشي فيها باسرع او بتقصفك لقدام اسرع يعني بمدري شلون هيك بتصير الطريقة تبعها مثل مظهر امانكم بالفيديو وبتقدر تطير فيها بس المثمن الطيران فيها انت لما تكون طالع على درجة وتطير فيها لما بتقدر تضل فاتحها مثل وقت تنطب اللانشبال بتفتحها وبتريحها بس انك المهم ما تاخد فول دمج بتفتح وبتقفل فيها فهي المظلة وبتقدر كمان تدمج فيها مثل السيف تقدر تهجم فيها على واحد وتضرب فيها بتقدر تدمج فيها مثل مظهر امامكم بالفيديو ها هي المظلة اللي تم اضافتها اضافة غريبة جدا للملعب هلا حاليا ليش تم اضافتها بعد ما راحوا للسيوف لحد الان الله اعلم ليش تم اضافتها بس انا بالنسبة لي مو حلوة تم اضافة شغلة جديدة كمان اللي هي الان بتحميك من الفول دمج اللي هي مثل الترمبولين او مثل النفاسات اللي هي بتحميك عن مط يعني متل وظهر امامكم بالفيديو هاي هي الشغلات تم اضافتها انت وناطق الهواء تستطيع ترميه و تحميك بالفولدامج لما تنط عليها كأنك نازل من عزي بلان لما تاخد دامج بنوب لما تنط و تنزل من عليها هيا تم اضافتك كل اللي عليها ان هي بتحميك من الفولدامج لو كانت معاك و بدك تنط من مكان عالي ترميه على الارض و توقع عليها و ما بيصلك شي بس في شغلة لو انت رميت على الارض بكير واحد من الاعداء شافة بقدر ينفس لك ياها عن طريق انه بدربه ضربة رصاصة واحدة و طلع منه الهواء و نفست و هيك انت بتوقع و بتاخد فولدامج و نهاية حزينة يعني صراحة في شغلة كامون قبل ما انهل فيديو تبعي في هذا الايموت كتير حلو انا واحد من الناس اللي بنصحكم ان لو كان معكم في باكس لا تصرفون غير اللي ينزل هذا الايموت مضمزار امامكم الايموت خرافي جدا و هترككم معه هيك بمقطع صغير مع صوتهم مشان تشوفوه كما شفتو هذا هو الايموت انا بنصح كل الناس اجمع في باكس مشانه يعني لا تصرفوا الفي باكس على شغلة تانية الايموت حلو كتير و ممتع جدا انا بالنسبة ايلي ان شاء الله سحاول اشتري فهذا هو مقطعنا اليوم و كل الاضافات اتمت اضافتها على اللعبة حاليا هات كل شي جديد صار بالنسبة اهم شي عنا اللي هو الديد بول تم اضافة كتير اشياء عليه فهذا هو مقطعنا اليوم وجميع الاضافات تم اضافتها شكرا اليك ازا كمت المقطع الاخر و لو حاربت ادعمني اشترك بالقناة و فعل زر الجرس وحط لايك للفيديو اللي وصلك بعرض للناس و لو حاربت ادعمني بكود الايتم شو بلي هو نيموت سعلي زهر امامكم بالفيديو شكرا اليك ازا كملت المقطع الاخر و برعاية الله